تقدم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولية تعتمد تلك الجامعات على أحدث نظم التعلم والمتابعة في كبرى الجامعات الدولية الجامعات الأهلية إضافة هامة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر جامعات تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولية وتعتمد على أحدث نظم التعليم والمتبعة في كبرى الجامعات الدولية وأنشأت الدولة عدداً كبيراً من الجامعات الأهلية هي وذلك بخلاف أربع جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات وهي جامعة النيل الأهلية الجامعة الفرنسية في مصر الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونية جامعة مصر للمعلوماتية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية عشرين جامعة أهلية تقع بمختلف أنحاء الجمهورية وتعد الجامعات الأهلية كيانات ذكية من جامعات الجيل الرابع وهي جامعات لا تهدف إلى تحقيق الربحة وإنما يعاد ضخ المصروفات الطلابية لإعادة استخدامها في أعمال الصيانة وتحديث وتطوير المعامل والورش وتطوير المنظومة التعليمية وتقدم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تواكب أحدث النظم العالمية وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وقامت الجامعات الأهلية بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة لتطوير ودعم العملية التعليمية ولطرح برامج دراسية مزدوجة الشهادة حيث يحصل الطالب بموجبها على شهادة من الجامعة الأهلية المصرية وشهادة من الجامعة الأجنبية ويتوافق طرح البرامج الدراسية الحديثة وعقد الشراكات الدولية والتحالفات الإقليمية مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي ترجمة نانسي قنقر